قاله برضو معلش سؤال سريع ايضا ايه اول حاجة هتعملها لو بقيت رئيس لمصر وهل تستطيع التعامل مع برلمان في الاغلبية من الطيار الاسلامي يعني اطار اسلامي ما هواش البعبع اطار اسلامي نأمل انه يكون الطيار اسلامي المعتدل انه نستطيع كلنا انه نعيش معاه انا اشتغلت في الوكالة مع كوبا وامريكا وكانت علاقة بيهم جيدة وغير جيدة على حسب الظروف انما بتشتغل مع كل واحد اه يعني انا يعني اكتر حاجة اصارت فيها ويمكن برضو احب اقولها هتشوفها في كتابي كوبا وكوبا دي اللي هي يعني دولة شيوعية ودولة ضد امريكا سفيرة كوبا قالت في اخر حفلة الوداع يعني في الفجورد يعني احنا النهاردة هنا بنكرم الكرم يعني دي كلمة وقالتها we honor honor بالانجليزي جاية من دي حاجة انا قلت يا ربي دي تكفيني بعد 12 سنة ان انا اشوف سفير سوريا برضو كان بيكلمه ان انا مش عارف سوريا سفير سوريا ما تشوف كلمته في النهاية العالم سفير ايران سفير امريكا سفير كوبا الناس كلها بتتكلم قلت ان انا قدرت اشتغل مع كل الناس دي واشتغلت اختلفت مع كل الناس دي واتفقت معاه انها في حاجة فضلت بس انهم عارفين ان انا صادق وبقول الحق ومحايت لان دي كانت وظيفتي في هذا الوقت هتعمل ايه لو بقيت رئيس مصر اول حاجة اعملها اول حاجة اعملها زي ما انا قلت هعمل اول مؤتمر صحفي من عشوائي يمكن استابل عنطر اول عشوائية روحتها عشان استابل عنطر لان هقول ادي اخوانا البلد اللي انا اواخدها واني اخوانا اللي انا عاوز اعمله واهم حاجة يكون لك مصدقية وشفافية مش هقول له ان انا هقلب لك البحر تحينها بعد خمس تقايق ولا خمس تيام هقول له ادي مواردنا و ادي خطتنا ومش هشتغل لوحدي هشتغل هقول له ادي الناس اللي هتشتغل معايا و لازم تكون لها مصدقية و هقول له كل الشفافية انا رأي لو قلت لشعب المصري و كنت شفاف معاه صادق و كنت قدوة له شعب المصري صبور صبر كتير و هيصبر لو عرف ان انت قلبك عليه و بتخاف ربنا سيبك بقى من كل الكلام التاني اللي يقولك بيرامج و كل الكلام ده مزبوط انما في الاخر المصدقية والرؤية والشفافية و اني حس انك راجل عندك نمير و بتخاف ربنا ايا كان هذا الشخص في كلمتين كده تقول ايه للمشير تنتوي اقول للمشير تنتوي اه انتو حاملتش الثورة حسنوا صلحوا المصار المصار مش مزبوط النهاردة اتشاركوا مع المدنيين نود ان نراكم في النهاية و انحنا بنضرب لكم تعظيم سلام ان انتو مشيتوا مصر على الطريق الصحيح اسمعونا كلنا بلاد اهل مصر وبنحب مصر دكتور جنزوري دكتور جنزوري اقول له ربنا يوفقك يعني و ربنا يكرمك و ربنا لانك نجاحك من نجاح مصر اه حتى لو كان في اختلاف على انك كان تكون انت رئيس وزراء وايا كان لابد انك تنجح النهاردة انت توليت المهمة و زي ما هو قال لي مش هقدر شيلها الواحدي اه صحيح مش هقدر شيلها الواحدي لازم كلنا نساعد يشيل المهمة اللي هو محمد ابراهيم موسف وزير الداخلية انا الحقيقة ما عرفوش انما نقول ان الداخلية زي ما قلت ما هي الشخص الداخلية مؤسسة الداخلية لازم تنكسر تتهد وتتبني الامن لاجب ان يتغير من امن موالي لنظام الى امن يحمي شعبه واقمل ان يكون هو فاهم هذا الكلام لان مش تغيير شخص هو تغيير عقيدة في الامن وبدون امن مش هنروح اي حتى